طيب الهزيمة هزيمة يعني احنا خسرنا اخسرنا بصراحة مش هنقعد بقى نكابر ونقعد نقول اصل مش عارب في ايه اصل ايه اللي حصل السكان من دا لا الهزيمة هزيمة ما فيهش نقاش واوحش حاجة في ان احنا نخسر مبارات مبارح ان احنا خسرنا من نفس الفريق رايح جاي ودي صعب علينا احنا كأهلوية بصراح ما حصلتش تقريبا من 20 سنة في تاريخ الاهلي في افريقيا انه يخسر رايح جاي من نفس الفريق في دور المجموعات لكن في نفس الوقت لازم نبقى وقعيين ما احنا اهلو معترفين بالخسارة والاهل بيعترف بالخسارة ايا كانت الخسارة ايه ايا كانت الخسارة ايه بس لازم يبقى فيه وقعية ويبقى فيه منطقية في تناول هزيمة بالشكل المطلوب ايه المنطقية والوقعية في الموضوع اللعب يا جماعة تعبني مجهدين مش مش يعني موضوع واضح لأي حد اي حد هل انا كده بقول حجة ممكن واحد دلوقتي تفرج اهم بقى ما تتحججش بقى اخي انت عشان تتفرج عشان تتكلم من خلاك وانتنا الالف لازم تقول الكلمة تندول والله ابدا والله العظيم ابدا انا قلت لكم في البداية انا متضايق ان احنا خسرنا من نفس الفريق رايح جاي دي حاجة ركنة على جنب وبدايق بشكل عاما ما منخسر لكن في نفس الوقت اللعبة الاهلي دي مش لعبة خارقة مش لعبة خارقة اللي هو ايه يكسبوا لازم كل ماتش كل ماتش يلعبوه لازم يكسبوه مفيش كده في الكورة خصوصا خصوصا في ظل ضغط الماتشات ده خصوصا في ظل الاجهاد الواضح وضوح الشمس ده ان انت يبقى اللعيبة بتلعب كل تلات يام ماتش او كل يوم ماتش مفيش كده منضوع صعب مبارح عمر السلية مثلا مبارح عمر بس يعني عمر ديانج ناس كتير قفشة ناس كتير مش قادرين يشيلوا رجلهم من على الارض ده ناتج عن ايه ناتج من الضغط الماتشات يلا ماتش كل شوية ماتش قاضي ضربت التواجد داخل النادي الاهلي هو النادي الاهلي كده بيلعب بطرق كتيرة بيلعب في تحديات كتيرة ده امر مفروغ منه وحاجة كويسة جدا لكن في نفس الوقت انا اقدر احاسب الناس دي على ايه يعني انا حاسب الفريق بجهاز الفني ده على ايه احاسب على ناتج نهائي مستحيل ابقى يعني واحد انا اتكلم هنا عن نفسي بقى ماشي عشان ممكن نحدي كل اقراء تانية فما تاخدوش الكلام عليه كوي بس انا ابقى واحد جاحد انا امير ابقى واحد جاحد لو طلعت قطعت في اللعبة دي وفي الجهاز الفني ده عشان خسرنا الماتش ده هتقول لي ما احنا خسرنا قبليه ماتش الاولين في القراء او عشان خسرنا ماتش القراء يبقى ده اسمه جحود ويبقى اسمه بالنسبة لنا لو عملت انا كده يبقى انا كده مفتاري راجل مفتاري يبقى انا كده مش منطقي مش وقعي لان ما فيش كده في القراء ما فيش حد يكسب كل الماتشاط اه طبعا بنرغب ونتمنى دايما الاهل يكسب كل الماتشاط هو احنا كده طمعين ونفسينا في كده هتقول لي الظروف من الظروف انا مليش دعا واحنا عايزين نكسب اه طبعا طبعا بس برضو لازم ننزل على ارض الواقعة لازم نشوف اللعبة دي لعبة كام ماتش كام بطولة مع منتخبات مع عندي نشوف الامور بالنسبة له منظروف ماشي ازاي فانا ماجي حاسبه احاسبه مع الناتج نهائي اللي هو ممكن يكون ايه لا قدر الله ان احنا نخرج من افريقيا ساعتها لا انا نتحاسب لا ساعتها بفي وقفة كده بفي حال غلط تمام ها هو ده التوقيت اللي انت تتكلم فيه هو ده التوقيت اللي انت تنتقد فيه وبرضو انا ضد التقطيع في كل الاحوال لان دايما لما اجي قطع في حد يكون حد ملوش رصيد يبقى احد ما جابليش بطولات قبل كده يبقى انت مش نافع يعني عارف اللي هو انت لعيب مش نافع او انت جاس فني مش نافع لا لكن دول جابلنا بطولات قد كده وعملين مشوار ممتاز ونتايج بسكورات وحاجات واداء طحفة وكل حاجة كويسة الا في بعض المباريات القليلة جدا 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 فانما اجي حاسبهم احاسبهم على ايه خروج من افريقيا احاسبهم على عدم الفوز بطولة الدورة الموسم التانية على التوالي احاسبهم على مثلا كاس سوبر خسرناه افريقيا او كاس سوبر مصري او كاس مصر اي طولة نخرج منها او نخسارها نتحاسب نتكلم فيها نشوف ايه الاسبات لكن حاليا انا ما اقدرش ان انا يعني احاسب او اتكلم او انتقد بشكل لازع او ممكن انتقد بعض الاخطاء وارد ده في القورة ده طبيعي جدا 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 لكن انا قطع جامد وكلام من ده ده كلام الصح ده كلام غير مطلوب وكلام حيبقى ليه دور كبير قوي في ان انا احمد الناس دي ووقع الفرقة دي بايدي وده ده ده غير مطلوب وغير صحيح ومش هيقدي لأي نتائج سعيدة لجمهير النادي الاهل يعني بس الرهان دايما بيكون على ايه وهو ده الاهم الرهان بيكون على وعي جمهور النادي الاهل والكلمة دي يا جماعة مش مجرد كلمة بتتقال وهب قولها وخلاص تفكر فيها وتقولها وخلاص لا هو فعلا جمهور النادي الاهل عنده وعي الواحد مبارح على السوشيال ميديا بعد المبرار يعني واحد من الناس قلت ان الاهل عايز شهر استشفى بصراحة الاهل عايز شهر استشفى احنا بنلعب ماتشاك كتير جدا فطبيبية فيه اجهات ذهني واجهات بدني فالناتج وارد ان انت حتى فضيل الاجهدات دي كلها بتكسب بس وارد انه ماتش تقع او ماتشين تقع وارد جدا فجمهور الاهل مبارح لا كان مدرك قوي الجانب ده كان واخد باله قوي ان الناس دي تعبانا يا جماعة مجهدة مرهقة مش قادرين وعلى فكرة لو انت قادر بدنيا زهنيا مش هتبقادر ولو قادر زهنيا رجلك مش هتشيلك فهي دي كرة القدر ساندونس فريق محترم جدا فريق جيد عمل مبارايتين مع النادي الاهلي بشكل ممتاز بصراحة وفرقة بتنافس على اللقب مش فرقة سهلة ودايما اكيد هتكون منافس على البطولة السنادي ومش بعيد مش بعيد يعني المدرب بتاحهم كويس وكل حاجة مش بعيد ان تلاقي عندها بتفكر زي الاهلي كده ويتعقدوا مع